بسم الله ازايكم عاملين ايه في البداية صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وما تنساش الاشتراك في القناة جايب لكم النهاردة اخر الاخبار في الساحة الرياضية مصدر بالنادي الاهلي كلر حذر لعب الاهلي من استمرار نفس النهج الذي ظهروا به امام سنبا والنزعة الفردية لللاعبين التي تهدد الفريق بالخروج من البطولة امام عشور يغيب عن مواجهة سندوز ويخود برنامج تأهيلي بشكل منفارد مصدر بالاهلي الاهلي يطلب الساعة الكاملة للحضور الجماهيري امام سندوز في اياب نصف انهاء الدورة الافريقي سندوز يعلن اقامة مباراته امام الاهلي في الثالثة عصرا يوم الاحد المقبل في زهاب نصف انهاء الدورة الافريقي سندوز يعلن دخول جماهيره بالمجان في مباراة الاهلي بزهاب نصف انهاء بطولة الدورة الافريقي هاني زهران محامي عبدالله السعيد المحكمة الرياضية الدولية تقضي بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم وإلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف المحكمة ودفع 10,000 فرانك سويسري لصالح عبدالله السعيد خالد بيو مدير القرى بالأهلي سبب عدم سفار إمام عشور مع بعثة الأهلي المتجه إلى جنوب أفريكا لمواجهة ساندونز هو أن اللعب يعاني من وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل ويحتاج للتأهيل مصدر مقرب من عمر كمال هناك اهتمام من الزمالك والأهلي وبرامدس بضم عمر كمال وهو يحق له التوقيع لأي فارق في يناير المقبل مصدر بالزمالك أسريو لم يطلب ضم أشرف بن شرقي وسنشهد الفترة المقبلة جلسة مع الإدارة لتحقيق مطالبه بعد حل أزمة إيقاف القيط مصدر بنادي الزمالك هناك إجماع داخل الزمالك على تجديد عقد شكبالة كونه قادرا على العطاء لموسم أو أسنين كما يقوم بدوره خارج الملعب جيدا ويحتاج الفارق لخدماته الزمالك يجاهز مستحقات أسريو وجهازه المعاون تمهيدا لصرفها خلال الإسبوع المقبل بالإضافة للمستحقات المتأخرة لللاعبين أسريو يدرس إعادة حسام عبد المجيد مدفع الزمالك لقائمة الفارق في مباراة إمب المقبلة مصدر بالمصري انتهاء أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بالحل الود بين الزمالك والمصري بتنازل الناد الأبيض عن الشكوة محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري لا توجد أي مفاوضات من قبل نادي الإخدود السعودي للحصول على خدمات جوب مابولولو في يناير المقبل مصر تواجه جبوتي يوم 18 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في بيان رسمي الاتحاد السيرليوني لكرة القدم أعلن عن إقامة مباراة مصر وسيرليون في الجولة الثانية من تصفيات جاس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل في ليبريا منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر في المرتبة الخامسة أفريقيا والخمسة وثلاثين عالميا وفي النهاية ما تنساش الاشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد